هذا فيما يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأحد أكثر من مليون ومائة وسبعة وسبعين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصرين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائة وواحدة وأربعين ألف شخص هذا وحصل على الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من أربعمائة واثنين وخمسين ألف شخص